لا يعرف سوى القليل عن الصم في العراق ولغات الإشارة التي يستخدمونها كلفت المنظمة الدولية للهجرة بإعداد تقرير لمعرفة المزيد عن تطوير واستخدام لغة الإشارة في العراق وتحديد أولويات الصم في جميع أنحاء البلاد ضم فريق البحث مستشارين دوليين من الصم وجامع بيانات صم من العراق تم جمع البيانات في السليمانية والبصرة وبغداد مع إجراء مقابلات إضافية عن بعد مع مخبرين رئيسيين بندهوك وأربيل وكربلاء وموصل شارك 51 شخصاً من الصم في مناقشات جماعية مركزة بقيادة جامعي البيانات من الصم باستخدام أساليب سرد القصص التشاركية وأدوات مكتبة الصور تم إجراء أربعة عشر مقابلة من قبل جامعي بيانات الصم مع ممثلين من المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة التي يقودها الصم ومعاهد الصم والمنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع مترجمي لغة الإشارة وبعد تحليل البيانات عقدت ورشد عمل في بغداد لكتحقق من صحة النتائج وجد تحليل البحث أن في العراق ذالباً ما يحرم الصم من حقوقهم في التواصل لغة الإشارة تتطلب إضفاء الشرعية والتقوية هناك نقص في مترجمي لغة الإشارة لا يوجد تدريب أو إطار أخلاقي للمترجمين الفوريين لا يوجد تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لأطفال الصم تعتبر الكفاءة المحدودة للمعلمين في هذا المجال عائقاً للوصول إلى تعليم جيد تفتقر منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يقودها الصم إلى الموارد اللازمة للقيام بعملهم الأساسي بعض المنظمات للأشخاص ذوي الإعاقة لا تشمل الصم غالباً ما يتم السيطرة على الأشخاص الصم من قبل الآخرين وهم أكثر عرضاً لسوء المعاملة يتمتع الأشخاص الصم بفرص عمل محدودة ونادراً ما يستفيدون من المساعدات الإنسانية والإنمائية أدت هذه النتائج إلى عدد من التوصيات بما في ذلك زيادة المعرفة بلغة الإشارة بين أسر ومجتمعات الأطفال والبالغين الصم دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي يقودها الصم لزيادة الوعي والوصول إلى الفئات المعزولة من الصم وبناء مجتمع للصم تطوير استراتيجية تتضمن برنامج تدريب وطني لزيادة عدد ومهارات مترجمي لغة الإشارة تطوير استراتيجية تعليم الصم للأطفال والكبار تمكين الصم وحمايتهم من خلال زيادة الوعي والدعم القابل للوصول إعطاء الأولوية لفرص كسب العيش للصم بصفة جامع بيانات من الصم كان من الأسهل بالنسبة للتواصل بشكل مباشر مع المجيبين الصم نأمل من خلال هذا التقرير أطلاق رسائل نحو نيل حقوق الصم في العراق من خلال تجربتي كمجمعة بيانات من الصم لاحظت أن العديد من الصم لديهم الكثير من المعلومات لمشاركتها رسالتي هي إشراك الصم في المجتمع وتعزيز حقوقهم ترجمة نانسي قنقر